Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle science اليوم عدنا la lecture, compréhension عدنا نقرأ un text mais avant nous allons répondre à j'observe et je découvre la première question qu'on s'explique observe les images et le texte لاحة الصور والنص à ton avis de quoi va parler le texte حالش غاد يتكلم النص انتلاقا من les images اللي كنشوفو هنا الصور كنشوفو هات الصورة الاولى هادي داكور وكنشوفو les images les autres images اللي عندنا هنا كنشوفو هنا un écran كنشوفو هنا une souris كنشوفو هنا un téléphone يعني un écran كنشوفو هنا un clavier داكور يعني les images انتلاقا من les images و le text كنتوقعو بأن النص اللي هدرنا اب مع l'ordinateur داكور كنشوفو هنا اللي هدرنا اللي هدرنا للتاس اللي هدرنا بعد روحاجه كنشوفو يعني من يجوز كتكون هاد النص لتقصده يمتلك في قلت 3 تقلت لنطقن لتقصده يمتلك في قلت 3 تقلت الكتاب السؤال السؤال ستون بفقد واحد دخاس ويجب أن تعرف كنت ذاكتيل يمتلك البحث المعنوس يتراج في قل حاجة دقائق على دكوverte على دكوverte دولة طابلت تاكتير يعني إلا اكتشاف اللوحة الرقمية كمو أن أباري أو سي فن إلجي بوتي لأوار تان دو فنكسيناليتي يعني كيفاش واحد الجهاز بحال هكا يعني رقيق وخفيف فن يعني رفيع بوتي لأوار تان دو فنكسيناليتي يقدر يكون عندو هاد الميزات كاملين كم بوتي لدي زيان كونيون وش عندو سيلي بيات ددو دو كسيان كيت واجدوف ل حابو دو تكست يعني بدلالالالالالتكست كاتكون النيطاليك كيتسماء لحابو دو تكست لاتابلت ات意 فنكسيناليتي من عسف الميزات Cooperative و tuvس ري anim 리� يعني لاتابلت اللوحة هيا واحد تكنولوجيا حديثة كيتجماع الميزات الميزات ديال الحاسوب المحمول الأردناتر بورتابل ودو سمارتفون والهاتف الدكي إيسو كمبوز دا ناكخان دبعا نتخلو فلي كمبوزان ديال لطابلت لطابلت وبيا إيسو كمبوز دا ناكخان تاكتيل يعني تكون موحد موحد الشاشة يعني تاكتيل يعني شاشة لمسية يعني كتخدم باللمس هكا مي كتقيسها بصبعك كتخدم هن إيقران تاكتيل كي رم بلاس لسوري يعني دك الإيقران تاكتيل كي يعودنا لسوري اللي هي هادي هادي يالسوري الفقرة ديال الحاسوب كتعود هن الإيقران تاكتيل دون كاميرا يعني كتكون من كاميرا كذلك دا ميكرو اي دا مبور دو کنكشن يعني اللي كي يوصلنا ولل منفيد ديال اتصال سي كمبوزان إلكترونيك يعني هاد المكوينات الإلكترونية كم لكارتمر لباتري ultraplat اي لوب parleur سان منياتوريزي يعني هاد المكوينات الإلكترونية الكتكول داخل فلا تابلت يعني سان منياتوريزي يعني مو سغارين كيكونوا صغار بزاف يعني ولا تابلت عندها يعني الكثير منها الميزات والإيجابيات البرمي دالي سور انترنت كتمكننا باش ندخلو سور انترنت كنتمان تعلم ديالة دابرند دو نووال شوز نتعل موحو ايجداد دو لير نقراو فيها اللي بغينا نقراو شي كتاب ولا شي شي مقال ولا شي حاجة دو برند دي فوتو ناخدو دي فوتو شوزير دي جن اختارو العاب لابو بيهو دو باسه دو بان مومن ان اكوتان دو لارميزيك او ان روغرد دو لارميزيك قدرون نقداو كدلي كاوقتمو امتيع وحنا كنسمعو الموسيقى اللي كان نشاهدو شي فيلم فلا تابلت دينا لسول انconvénيون يعني هاد الاباري عندو ان سول تابلت يعني حاجة سلبية واحدة سيكو لاتابلت نه permet پا دي خير دو لان تكست يعني الحاجة الخيبة فهد لاتابلت هي انه ما كتمكناش نكتبو يعني النصوص طويلة كم لاردنتر personel بحالف لاردنتر الخاس اللي كي كون عندو ان كلافي كلافي هي هاد الوحة الارقام والحوروف مي الفو رقونتر ولكن خسنا نعرفو كلي پوان پوزيتف يعني النقاط ايجابية سن نمبر يعني دي هاد الاباري لاتابلت عندنقاط ايجابية كتيرة الفوندو ستتكنولوجي لون دي مييار او ماتير دانفرماشن اي دو كومنيكاشن وهد لي پوان پوزيتف الكثيرا يعني كي ديرو مهد مهد لاتكنولوجي يعني مهد الجهاز مهد الاباري كي ديرو منو يعني كي جعلو منو الافضل يعني في التواصل في المعلومات والتواصل يعني احسن وسيلة للمعلومات والتواصل دي مراهد هاد روالو تاكستينا ندا hebben انظري وسيلة لون كراباة ل lame اللي خبات لديكوذف laimات لعنى كمان كون احسن comme 몇 احسن Pilot وغة الاحسن احسن كون جهز اللی قام بالن بان ورهم و� وثر من هذا مكور وكبر يسألنا لأسفل وتاريك بذليلة من臨كي قلقة بالتعليقواية مثل الاشتراكات الجديدة الكرة مكورية وليست المعطر على خلاله Cet appareil pèse souvent entre 300 g et 1 kg et présente beaucoup d'avantages. Il permet d'aller sur Internet, de consulter ses emails, d'apprendre de nouvelles choses, de lire, de prendre des photos, de choisir des jeux, de passer de bons moments en écoutant de la musique ou en regardant un film. Le seul inconvénient, c'est que la tablette ne permet pas d'écrire de longs textes comme l'ordinateur personnel qui a un clavier. Mais il faut reconnaître que les points positifs sont nombreux et font de cette technologie l'une des meilleures en matière d'information et de communication. Je lis et je comprends. Le text parle de la tablette tactile. Il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit, il s'agit d'un ordinateur de bureau. وش هو الطابلت تاكتيل الورديناتور دي بيورو ولا الناباري انترميديار انتر الورديناتور بورتابل السمارتفون لاوحد الجهاز يعني وساطي يعني ما بين يعني الحجم ديالو شكل ديالو كيكون ما بين الورديناتور بورتابل وما بين السمارتفون يعني ما كيكونش كبير بحال الورديناتور وما كيكونش عاود صغير قد السمارتفون كيكون ما بين البورتابل ما بين l'ordinateur أو le smartphone أو بين une mini-télévision ultra-plate ولا واحد الجهاز يعني واحد تلفازة صغيرة يعني ultra-plate يعني رفيا جدا donc la tablette هو un appareil هذه هي la réponse هو un appareil intermédiaire entre ordinateur portable et smartphone la deuxième question de quoi se compose la tablette tactile منش كتس كون la tablette tactile la tablette tactile se compose d'un écran tactile d'une caméra d'un micro et d'un port de connexion la deuxième question quelle est la taille de ces composants électroniques نوه يه الحجم المكوينة اله الإلكترونية قلنا ces composants électroniques sont miniaturisés سغير ريم بس زف بش قدرو يدخلو في الحجم الرافع والموسطح d'accord ces composants électroniques sont miniaturisés la question suivante quel est le poids de la tablette y ha de la les avantages de la tablette sont aller sur internet consulter ses mails apprendre de nouvelles choses lire prendre des photos choisir des jeux écouter de la musique et regarder un film uh du gulham les avantages د الا تابلت Che l'inconvenient present د لا تابلت شنو هو العيب الوحيد ولا l'inconvenient يعني الحاجة كنقولو لز avanzاج اي لز inconvenient يعني المميزات و cuántفر يعني الحويج كنوا سنبا يعني يتل كنوا سنبا بخاتيك دك RI أعجها قد نقولو بان العيب الوحيد اللي في فى تابلت وهو ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر